سيدنا النبي يقول لنا ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نوزع من شيء إلا شانة وكان أئماتنا رضي الله عنهم واحد زي سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما يدخل عليه واحد أساء الأدب أو واحد مثلا عمل جرن فسيدنا عمر بن عبد العزيز يريده أن يعني عارف اللي هو إيه يتشفى من هذا الرجل يشفي غليله من الراجل ده فيقول له ما ينفعش رقع الأخار فيحبسه ثلاثة أيام لغاية لما تهدأ نفسه سيدنا عمر بن عبد العزيز ثم يقضي فيه بحكم الله تبارك وتعالى يبقى إذن الرفق ده أسلوب إيه أسلوب حياة لازم نقول القاعدة أن طفلك ليس أنت الطفل ده ليس أنت طب سيدنا النبي كان يتعامل إزاي عليه الصلاة والسلام يعني شوفي كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أنس خدم النبي عشر سنوات هو يقول أنا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات ما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء شوفي بقى لم أفعل لما لم تفعل وبعدين بيقول في يوم من الأيام حاب النبي صلى الله عليه وسلم يرسلني إلى حاجة يعني بيقوله ما تروح يا أنس ما تجيب الحاجة دي وشوف سيدنا أنس يقولي بقى يقوله وفي قرارة نفسي ها أنا بقول ايه أنا سأذهب لكن قلت لن اذهب يعني هو علّ الصوته كده بينه وبين نفسه ومش رايح يشوف النبي يعمل معي ايه 해قوله أنا فنفسي أنا فعلا إيه هيروح أعمل كده فأروحت أي شايف زميلي بيلعبه فروحت اroyحرب معك بتعمل ايه behaved معها في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أنس تأخر وكأنه كان حاجة مهمة جدا يعني فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيدور على أنس تأخر ليه عشان يخرج سيدنا النبي يدور على أنس عمل إيه في الحاجة دي؟ يعني الحاجة مهمة فيخرج على كده فيلاقي بلعب فيقول فإذ بالنبي خذني من قفاش راح مسكوا كده من القفاة قال يا أونيس وخلي بالك هنا قضية أنت عارفة إني أنا أدلع ابني واحد يقول لك لا أنا ما بحبش أدلع مين قالك ما تحبش تدلع؟ النبي كان بيدلع طب هو بيدلع فين؟ أهو بيقول له يا أونيس عارف أونيس التصغير يا أستاذة دعاء عندنا كلمة أنس أما أجل صغرها أقول يا أونيس التصغير لحكتين اتنين إما للتحبيب دلع يعني دلع يعني وإما للتقليل يعني أنا أقلل من شأن عشان كده سيدنا النبي قال لسيدنا أنس يا إيه يا أونيس للتحبيب وقالها الحجاج ابن يوسف الثخفي لما دخل علي أنس ابن مالك رضي الله عنه قال يا أونيس للتقليل كان يقلل من شأنه فبدأ يقول له يعني يكلمه كلام كده صعب كده فسيدنا أنس قال له يقول الحجاج إيايا يعني الأمير قال إياك أعني أسك الله سمعك وأعمى بصرك فقال إن الله إن إلى رجل ثم انصار المهم سيدنا النبي قال يا أونيس أذهبت حيث أمرتك فسيدنا أنس بصي خلي بالك بقى من الموقف ده بيقول فأخذ النبي بقفاي فنظرت إليه وهو يبتسم يعني النبي بزعلان عليه الصلاة والسلام بيهزر معي أذهبت حيث أمرتك قال أذهب يا رسول الله ولم يفعل معه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لذلك فكرها سيدنا مين سيدنا أنس التثبيط يا جماعة ده مش أسلوب فعال في التربية لك بالعكس ده بيجيب نتيجة إيه سيئة والتحفيز كما فعل النبي وفعل الصحب الكرام والعلماء هو ده اللي بيجيب نتيجة إيه ده اللي بيجيب نتيجة إيه